عبر طرق متعرجة وخفية ومنذ شهور يوصل هؤلاء الشباب إمداد مقاتلي المقاومة في مديريتي الوازعية والصبيحة بالمياه والوجبات الضرورية قاطعين مئات الأمتار في هذه السهول والأودية الوازعية ومنطقة المضاربة بمديرية الصبيحة ما تزالان تتعرضان للقصف المدفعي اليومي من ميليشي الحوثي وصالح في الوقت الذي تستبر فيه الاشتباكات في كل من منطقة العقيدة وجبل الصيبارة الذي تتمركز فيه الميليشيا وبين المقاومة والجيش الوطني خصوصا هنا في عقبة المنصورة التي تمثل نقطة فاصلة بين مديرية الوازعية ومديرية المضاربة ويعبر فيها الخط الرئيسي الواصل بين محافظتي لحج وتعز شكلنا مقاومة قوية أولا تأمينا للأسر النازحة التي نزحت من الوازعية إلى مناطق الرويس والألبية وهقرة والخبل وفرلالهم ملاذ آمن عندنا في مناطقنا العديد من قرى المديريتين باتت أهدافا بالنسبة للميليشيا كقرية الرويس وهقرة التابعتان لمديرية المضاربة بينما من الجهة الشمالية منطقة العقيدة والمحيفر التابعتان لمديرية الوازعية وهي ساحة المعركة الآن وخط المواجهة الساخن التي تسببت بسقوط العديد من القتلى خصوصا في صفوف الميليشيا التي تهاجم دون معرفة الخارطة الجغرافية للمنطقة وأيضا أبناء المنطقة الذين تركوها مجبرين هربا من القتال الدائري في مناطقهم